السلام عليكم اصدعيكم من دكاترة معكم زماليكم دينا احمد من الفرق الربعة ان شاء الله سنتحدث عن المحاضرة الثانية في الراديولوجي وهي بعنوان Pediatric Imaging طبعا لا نتحدث عن محاضرة كلها هذا جزء فقط سنأخذ الابدومين الماسس وهي عبارة عن ثلاثة ديتا فنأخذ منهم واحدة وهي عبارة عن Pediatric Abdominal Mases يعني الماسس اللي بتي في الابدومين طبعا تأخذت في المحاضرة انواع الامجينج المختلفة وزي كل واحدة فيهم يعني تختلف عن ثانية في ويوجد محاضرة ومدخل استخدام ديتا ومدخل استخدام ديتا ويوجد محاضرة فنحن من الهرده هنتكلم على الماسس الماسس دي قالوا الماسس قاسوب بها اي ماسس طبعا في نايس هتقول تمورس لا هي مش تمورس يعني مش اي ماسع عندي تبقى تمور ممكن الماس دي تكون مصيسس ممكن الماس تكون enlargement في اي حاجة عاملة لي ماس دي يعني كتلة يعني اي حاجة تكبر يحصل لها enlargement بحيث انها تعمل لي كتلة فانا بقول عليها ماس تمام فاحنا النهاردة يعني ابلي بس ما نبدأ نتكلم كده على التسلسل المحاضرة او على الداتة نفسها هناخد مقدمة بسيطة كده عن CT او ازاي بمعنى اصح ان انا اقرأ CT او اعرف ازاي يعني الموجود في CT اللي قدامي دا اي اي اساسا يعني طبيعي عشان طبعا بعدها هنتكلم على الايه على اللي فيها ديزيز انا مش هخش على الدزيز على طوله ما اخدتش طبيعيا وليه CT بالذات يعني في المحاضرة دي لان ما اتكلم على الابدومين الماسيز اللي هي منها تيومرز فانا تيومرز بمحتاج فيها طبعا زي ما احنا عارفين هاي ريزولوشن بحيث لان هي طالع في الابدومن في الورجنز بتاعت الابدومن يعني ايه في الورجنز بتاعت الابدومن يعني مثلا عندي في الليفر مثلا الليفر دا صفت تشوي التيومر اللي في الليفر برضو هيبقى صفت تمام وطلع من صفت تشوي كيف يمكن افرق بين الصفت جوه صفت فانا محتاج حاجة يكون دكتها عالية جدا بحيث ان انا اعرف الفرق ما بين الكتلة التيومر وما بين كتلة الورجن نفسه او الليفر نفسه فبداية كده ان شاء الله هنو اللي اتكلم بروحة كده على الـ CT و ازاي ان انا اعرف الـ normal CT و اعرف ايه الحاجة اللي قدامي دي ايه بالظبط بداية كده دا شكل جهاز الـ CT او الاشعة المقطعية اسمها اشعة مقطعية معناها ايه؟ معناها ان انا بقطع العيان بقدامه على هيئة سلايس كده يعني سلايس كده شرايح ايوه ايه شرايح عادي يعني فعادي جدا بابدأ ان انا ادخله في الجهاز دا كده ويبدأ الجهاز هنا يلف حواليه بيلف حواليه وياخده لي عبار عن ايه؟ سلايس كده 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 وانا اشوف المكان اللي انا عايزه بالظبط اللي انا محتاج يعني اشوف فيه الـ defect او ال disease تمام؟ فبداية كده عندي الاول كده هو اساسا من ضمن الجهازين اللي يشتغلوا بالـ ionized radiation يعني ايه ايه عندي X-ray وعندي CT الاثنين واحدين يشتغلوا بالـ radiation بمعنى صحة ففكرة الجهاز بتاع الاشعة ايه؟ ان انا بيطلع مثلا نفترض من الاشعة من هنا وبعدين بتعدي من خلال المريض تختاركه كده وتتسجل مثلا تحت فانا عندي بيقول لي ايه فيه حاجات يعني بتوقف الاشعة انا اعتبر ان فيه ريز جاي من هنا كده وده المريضة هو فيه حاجات هتوقفه في الاشعة وفيه حاجات لا مش هتوقفه في الاشعة هتنفز كده عندي الحاجات اللي هتوقفه طبعا حاجة كون دنس حاجة ساميكة زي ايه؟ زي البون معنى هي قفتة يبقى نهيت لعندي لونها ابيض بعد كده عندي soft tissues اللي هي الورجنز والحاجات دي حاجات صوفت شوية وعندي الفات برضو الحاجات دي الحاجات الصوفت شوية دي هتعدي منها بس نص نص يعني نص هيعدي ونص لا بتبقى اخذ درجات الجري اللي هو لا سود ولا بيض ما بينه كده رماضي بعد كده عندي الاير مثلا او الفلاويد دول طبعا شفافين وعادي بيعادوا هيعادوا الاشعة خالص معنى انها عادت خالص ان انا عندي ايه؟ هتبقى سودة يبقى انا عندي فيه ثلاث الوان في اي اشعة هشوفها اسود وابيض وغري اللي هو الرماضي فبقى اللي ان انا عندي هو في السيتي بيبقى عندي قال لي ان انا عندي soft tissues والفلاويد والبلود بتبقى لونها ايه؟ واريوس شادوس كده من الجري يعني الجري بدرجات مختلفة ليه عشان قلنا انها تعدى الاشعة نص نص بعد كده عندي الاير اللي هو هيعادتها كلها فهيبقى عندي بيزهر باللون الايه؟ دورك جري او بلاك تمام؟ الفات طبعا انه هو اللي هيبقى دورك جري بينما عندي الاير هيبقى بلاك خالص بعد كده عندي الدنس تشوز اللي هي الحاجات البون البون هو الدنس حاجة صلبة كده حاجة سميكة طبعا توقف الاشعة خالص ويقالونها ايه؟ نونها وايت تمام؟ فده كده عشان اعرف بس افرق من الدرجات بتاعت الالوان اللي موجودة عندي في اي اشعة هشوفها خاصة السيتي والكسراي لان اتنين اصلا مشتغل بلايه؟ بلايونيز راديشن تمام؟ بذلك يقول هذا السيتي بعد كده بيقل انا لا شايل كده كده بليس كده لو تمن37 توقفت انه م ration ستغل wrong ู่ من البلوان لا يحتوي ان يخلقها لكن الواناته لا يحتوي على طابق اقتיתי انه ينير العمل تمام تمام gangster نفسه مكتوب عندي رايد وليفت لكي أعرف أنه يميني من شمالي ما أنا ممكن أن أمسكه بالعكس فهو أساسا بمحللي عليه وهناه زي ما أقولت كده أنه عندي الالسيتي بيطار لي الشخص ده كسلايس يعني كحيثة زي التوستي فهي بدأ يطلع لي يطلع لي صور كثير أنا لو بعمله مثلا هنا على السكال فطلع لي صور كثير بمستبات مختلفة أنا افتارت جبنا الالسكال من فوق وديه من فوق اقدم محتاجين حتى نزل كده حيث على صورة ستيت مختلفة كذلك عندي في الابدومن يعني أنا لما أقولك ستيت على الأبدومن éstaheالة طبعا اني انتلعي عندي كده له بيبقى فيه على حسب الالسيتيت يعني الالسامل لديه كامل نزلت تحت شوية زي ما أولي الكدنس يمكن أن أخذها كرونال أخذها من فوق لتحت بمعنى صحة رأسيا بمعظم سيتي عموما تستخدمها بالشكل سيتي عموما تستخدمها سيتي عموما تستخدمها سيتي عموما تستخدمها هناك مثال على نورمل سيتي يقولون أن هذا يمتع بمعنى لنظام البرتبراء بمعنى رقم 2 سوف نرى الأساسية لأنه يوجد أساسية بالفعل بمعنى هكذا لنظام البرتبراء بعد ذلك عندي البر وأن البر أساسية في البرتبراء سيكون هنا لا لا أصدقى نحن يقولك سيتي عموما تستخدمها يمتع بمعنى اليمين شمال والشمال يمين عندما تستخدم بمعنى الديوجرام سوف تستخدمها والشمال يمين سوف تتخيلها نستطر المدينة وطولة الهوات على الهوات وانتظر أنت أيضاً وبعض الهوات من السيتيتي القادم مرتاد ونستطيع القائد والتي الوصول يمكنك إستمرار القولوم ويستمرار فطبعاً نظر باللون السود إنما الديودنا معي دي بقى في ستولو حاجات كذلك وده الأورثة صغير ده اللي قدام الفرتبرا على طول الأورثة وعندي دوت الانفيروفرنكافا يبقى أنا عندي تاني عندي دي الاثنين بعدين الكدنس طبعاً عشان هما الريترو بريتونية اللي أصلاً بيبقوا على الظهر خالص بعد كده عندي ده الليفر كولون ودوت ايه اللي قدام الفرتبرا على طول أورثة وانفيروفرنكافا واللعبكة الكتير دي دي عبارة عن الديودنامو هكذا طبعاً دي الفرتبرا يبقى دي ايه؟ الريبس وهنا ديت الانتيرير أبدومنال وولد تمام؟ ولو جاءنا هنا قصاد الليفر اليما التاني بعندي الليسبلين بس مش في كل الصور هلقي الليسبلين يعني لأنه حاجاز غيره كده فلو الليفل تحت شوية مش هشوفه أصلاً دي كده عندي الليفل ايه؟ اللي 2 بعد كده عندي دي بردو نورمل أبدومنال سي تي بس هنا مختلفة خلص ليه مختلفة؟ لأنه قلت بناخد الابدومن سلايسز لحسب الليفل اللي انه هط فيه المقطع بتاعي هشوف حاجات مختلفة فانا عندي هنا ده فوق شوية فمعنديش بقى مش باين اللي هو الديودنوم لا باين اللي استومك اللي استومك فوق طبعا الديودنوم فباين هنا اللي استومك وطبعا الاسبلين واضح جداً هوا وعند الليفر برضو ايه في نفس المكان وبردو هنا القورته وهنا ايه الانفيروفرنكافا هنا هوا كده احنا خلصنا تقريباً ازاي ان نقرأ سي تي ولو في ايه مشكلة برضو يعني ان شاء الله نحاول نعيد عليها ونحن ماشيين برضو كده المحضورة النهاردة تتكلم عليها تتكلم عليها هي عموم بتتكلم على شوية تي فاحنا الجزء ده نتكلم فيه على الابدومن والميسز اللي هي الكتل اللي موجودة عندي في الابدومن اي كتلة في الابدومن هول عليها ميسز فانا عندي ايه ان انا عندي سبعة ميسز الأن من ايه انظر مهنت انoon في الأطفال الأن من اقرأ قويا 4 بعض الثاثين وتعلي وثلاثين ثلاثقين ثلاثين وتعلي ثالثين وثلاثين ثلاثين ثلاثين وثلاثين ثلاثين وان في دول Nana ن Йوروبلاستومة قواما دى TUMOR تم دوسل طبعاً اسمها اليومروبلاستومة تم دوسل طنين هباتو بلاستومة قواما أيضاً أي darauf أيضاً انا عندي تلاته من أجمع واحده لأنهم يعبرون عنه اول حاجه نيورو بلاستومة استفيد انا من اسم نيورو نيورو دي معناها نيرون يبقى عندي التيومر طالعلي في نيرون ايه نيرون ايه تشوب ثاني واحد نيفرو بلاستومة استفيد منها ايه النيفرو ده موجود فين؟ في الكيدني يبقى انا فين عندي التيومر دا؟ في الكيدني بعد كده هبته بلاستومة هبتك ده اساساً معناها ايه؟ البيلوريس تستخدم ذلك الآن لدي وقرر البيلوريس ايضاً اول مجموعة انها المسخص عبارة عن المسخص بعد ذلك عندي حيث انتشرحوا في المحاضرة موجودين هنا ايه ؟ لانهم برضو عبارة المسخص اللي هو عبارة عن ايه ؟ اللي هو هايبرتروفيك بيولوريك ستينيوز ايه هايبرتروفيك بيولوريك ستينيوز لديناه في البيدياتريك امرجانسيس البيولورس يترك فيها سيكننج يترك في حالة متقدمة و يجب أن يكون المسل باستخينة لدرجة أن أجي أحس الابيجسترنم على طول المكان على طول أجي أحس فيه البيولورس يحسن عند الطفل بأيد الي اسمع بلبيشان يعني بعمل له بلبيشان ويحسن الدريج ان انا عندي اوليف لايك ميس يعني بتاع بلبيشان يعني بتاع ميس عمل شباه الايه شباه الزتونة وعشان انا نحطه هنا مع الميسز لانه عمل لي كتلة بعد كده حاجه اسمها ايه ايه اسمها صعب بالشعبية انتص سيبشان انتص سيبشان تعريبا يعني نقطه اللي اسمع عندي معه شوية مهم هذا يجب ان تكون في محاضرة الأضلل تفزجوية لكن سأقول لها بشكل بسيط معناها ان انا لدي الانتستيم في خط مستقيم لا انا لدي مرة واحدة واحدة دخلت في الثانية كما ان انا لدي الانتستيم بشكل مستقيم لدي مرة واحدة واحدة ثانية من ثانية الانتستيم دخلت في الثانية سيقوم بشكل ناروينجي في اليومن وهيقوم بشكل مثل جيب هنا وهيقوم بشكل مثل جيب هنا جيب دي ستتميلي بالاكل المعندي سيبدأ انها تكبر و تكبر و تكبر لحد ما يبقى عندي مس محترمة عشان كده دول موجودين هنا بس هو عموما مش هيتشرح في المحضرة هنا يبقى ده تاني جروب اللي هما حاجات هيتشرح بعدين او حاجات اللي هيتعلوك شوية بالاكل بالاستومك والانتستيم و كده يعني بعد كده عندي بقى الاخر جروب خالص هايدرونفروزيس يعني ايه هايدرو هايدرو دي معناها مية يبقى عندي الكيدني فيها مية او فيها فليود اللي ما يبقى فيها فليود اللي يحصل لها يحصل لها اللرجمنت يعني بقى عندي برده مية بعد كده عندي اللي هي البولي سيستيك كيدني بولي عديد سيستيك يعني سيستيك كيدنز يعني انا عندي الكيدنز بتوعي او الكيدني فيها ايه فيها سيستيس كتير قوي طبعا السيستيس الكتير دي مش هتكون يعني كده مسايبالي الكيدني في حالها لا يحصل لها برده ايه انلرجمنت بدول خاصين بالكيدني ويتشرحوا النهاردة برده ان شاء الله يبقى عندي في الماسس قلت اول حاجة عندي نيورو بلاستومة اللي هي في النيورون اه 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 تيومر اول ايه تيومر التيومر او اسماه الثاني نيفرو بلاستومة يعني انا عندي تيومر في الكني بعد كده ابتوا بلاستومة معاناها انا عندي تيومر في النيور وبعد ايضا عندي اللي هو لن يشير الحد او بأمان عادة او يتعلن الوصيب الشبس لان او او شبس نعدي اسم البوفر ثم اخر اثنين دعوهم على لقب الكدني او لقب الكدني الاثنين اصلا بيعملوها النرجمنت واحدة بوليسيستيك يعني فيها سيستيس كتير والتانية ايه هايدرونفرونز يعني فيها فليوت كتير ان شاء الله نهاردة هنتكلم ازاي بقى يعني محضرات الراديوري اصلا بتمشي ازاي بتمشي انا بجيبلي اول حاجة او كلمتين عن المرج او عن التيومار انا باتكلم عليه كلمتين كده معلمتين بيجي فين بيجي انت اه سن كام بعد كده يبدأ يقولي لو انا عندي سيتي هشوفها ايه لو انا عندي ام ار اوي هشوفها ايه لو انا عندي الالترساوند هشوفها ايه ويبدأ بقى يوصف لي المرض او الحاجة في الراديولوجي بقى في الالترساوند وهكذا طبعا بالنسبة لامتحان النظري فلو زي سنتنا ان شاء الله ملناش ضعب السور كان كل اللي جاي كان جاي لسئلة عن النظري اللي هو الكلمتين اللي نجمل السورة اه امتحان العملي بقى ليه بالصور يعني هو اساسا صور بس طبعا احنا كالناس يعم تفهم مش هم نحفظ الصور بقى نقول دي وش تعلب ودي وش قطة لان ما فهمين الصورة فيها ايه يعي فهمين الصورة اصلا اه اللي موجود فيها بالضبط حيث ان انا شفتها بعضين في حياة العملية او في امتحان عملي او هنا او هنا ام بفاهم يعني ايه راديولوجي اقرأ اشعة ازاي طبعا ان شاء الله تعرضوا لها كتير يعني في حياتكم انا حد دلوقتي تقريبا اقرأت خمسة ستة اشعة الحمدلله يعني اه فتعرضوا لها كتير في حياتكم الناس تجي تقولوك بقى انت في طب او كده يرلش عادي يعني طبعا ما تفتيش يعني ما نفتيش احنا انا في طب بس اللوء ايه ممكن تساعد او كده يكشف فالمهم ببدا نتكلم كده اول حاجة عندي هناخد زي ايه مهم دلوقتي عندنا مقارنة بسيطة ما بين النيورو بلاستومة والملمستيومر انا عندي النيورو بلاستومة اصلا متطلع منين عشان بس ان نعرف نفها من شكل قدامنا عندي بتطلع من اللو هو المتحانة 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 من استخدام من ان لو قم بعمل التقالي محسين النيورو بلاستومة Certainينkk Anna Personen والنييرون إذا كان رائعا ستcareت كتابة لست تخرج الشغر الشغر عن بالنسبة له هذا هو ال Badren Magylande وهو Super Arenal Glandes مثل الأدرينا Birch underwear أدريناic designer ثاني هو أول مستيومر يأتي في كدني أول مستيومر يأتي في الكدني فهي أتسرح في كدني أول نفسي سارحة في المكان فهي الريجولر يعني الريجولر اربعين علىها خلصها حاجة الريجولر كده ما شاء الله متفشية وماشا يمين وشمال وكل حاجة فهي بتروح تعمل لي ايه تعمل لي حاجة اسمها انكيز او اسمها يا ربي اسمها او انكيز لي الفاسكوليتشر انكيز اس ازاي بتحوط العند الكيدني موجودة جنب الاغورته وجنب الاين فيه رفنا كده فهي تروح حواليهم وتعمل لي ايه زي ما احنا شايفين كده ترفي حواليهم وممكن حتى تصل لدرجة انها تضغط عليهم بس هو يعني ده في الحالات اللي صعبة شوية انما في العادي تؤلف حواليهم كده وعملهم زي ايه زي كابسولة حواليهم كده اسمها انكيز للفاسكوليتشر سواء كان الاغورته او اللي هي البرانشيز بتاعته او عندي الانفيروفرناكيز وبيولك كمان انها تقول ريجولر تمام وفيها كالسيفيكيشنز كالسيفيكيشنز يعني ايه كالسيفيكيشنز يعني ايه او عندي الكالسيوم اتجمع كده حصوات صغيرة اسمها كالسيفيكيشنز كده من الكالسيوم بعد كده قال لي ان انا عندي التاني هو الولمستيومر او النفرو بلاستومة قال لي ان ادوت ايه وانسان محترمه انكيبسوليتد وغميل خالص ويطلع في الكدني من جوه وحاجه عظمه يعني واسموس كده وعظيم يعني وحاجه كابسوليتد وحاجه ملمومه في الكدنيه تمام كده احنا قلنا بقرنا بسيطة ما بين نيور بلاستومة يطلع من نيرونز وعندي التاني هو الولمستيومر يطلع من الكدنيه وهي مكان آخر بعد كده بابت اتكلم واحد بواحد بدأي تتكلم عن نيروبلستومة وعبد نتكلم عن نيروبلستومة احنا اقول حاجه كده يعني لا تتكلم عن نيروبلستومة وعن ذلك هذه هي هترويجونيس أكمان؟ السمتيات هاتيرو فإن إعتراض الكهرباء معقلكة في بعضها. هاتيروس مثلما يعنيAA أيضا هي غير متناصك فيها جير مجرم . وأنا لدي أكتل 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 تيومر معاناها أنه أكبر يكبر ويكبر أجواء الأورجن نفسه فإن الأورجن احصل على أورجن يأخذ عن أورجن منها ويأخذ مساحة إخوضها منين يحرق اللورجينز ويأخذ أي تيومر في مرحلة ما تقدمها متاساساس فأنا لدي الميتاستاسيس طبعا يبدأ في كابسول أصلا يبدأ يخرج منها لو لم يكن في كابسول فهو سريح بره سيقوم بتاستاسيس أقرب حاجة يعمل لها الوكال او الحاجات اللي جنبه فلما يأتي هنا في الابدومنت سيروح فين يتلع فوق يروح لي لللونج وده أشهر حاجة هنا في المحاضرة دي كلهم تقريبا رايحين لللونج يروح لي مثلا للليفر برضو لو لم يكن في الليفر يروح لي للليفر سيروح من البلد لو دخل في البلد يروح لي للسكليتال ويروح لي للبراين ويروح لي للبراين والسكارل العادي فعندي هنا أول حاجة هو نيرو بلاستوما يتطلع من بريماتف نيورو اكتو ديرمال سيلز اللي نلت عليها لها اماتيور نيورال كريست او نيورال اي سيلز أشهر مكان بتطلع منه اللي هي السوبرارينال جيلاندس اللي هي مدارة الكورتكس لتطلع من مدارة الادرينا لديه نسبة 15% من كل الوصف يعني نسبة الاطفال الموتوا من 100% يعني نسبة نسبة 15% بعد الاجل اللي بيجي فيه البرزنتيشن يعني يجي الحالة عنده نيوربولاستوما الام تجيب انها تقول لي عندي نيوربولاستوما امتى او عنده ماس امتى او انا بكشف عليه اكتشفت صدفة امتى بيكون من سنة ونص لسنتين يعني لسه العيل صغير يعني تقريبا لسه بيرضع ده طبعا بيقول انه عبارة النورمال ده نعيده ثاني هنبدأ من ده طبعا في مستوى تحت شوية وبالي انا عندي هنبدأ كده بروحة خالص عندي ده 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 المفروض ده هنا فيه الربس وهنا الانتيريور الابدومونال وال اللي هو اللي برا ده وده طبعا اللي هو الفاتح شوية عبارة عن فاتي يعني تحت طبعا فيه فاتي وبعد كده نبدأ بقى الموصلز وليه هو شكله يعني شخص شوية المهم كدني وعنده وعنده الديودونام ده الاورثة وده وده الانفيروفناكافا وهنا طبعا ده وده حد هكي يقول لي ده ده ميزينتريك فيزز حتى لونها نفس لون الاورثة اللي هي بتغزي المفروضة جاوية تي هم كده خلصنا النورمال بعد كده بقى بيقول لي ان انا انا قلت هنتكلم لأول كلمتين النورمال بعد كده ان اخش بقى ايه عندي بقى الديزيز بقى موجود فيه عندي سيتي هنبدأ بقى نوصفه فبيقول لي ان هو عبارة عن موجود فيها كالسيفيكيشن احنا قلنا طبعا ان انا عندي كالسيفيكيشن كالسيفيكيشن كان صعيه كده وارح في كل حتة ومتفشي كان فيه كمان ايه كالسيفيكيشن بيقول لي ان هو الكالسيفيكيشن موجودة من 80% من الكازز وديه طبعا نسبة كبيرة جدا بعد كده بيقول لي تنتم توقفين ان كاز الفيزلز كالسيفيكيشن تلك willingة حولها الاسفل يريد ان قوالها يلفي كالسيفيكيشن كاكبسول ايه فانا عندي هؤلاء مفرودي فريديوا فيه فوق الكدني فمكان فرق Industri فهنجد رأيي مكان الكدني وهو 처리 بايلاترال متى استعداد كمان المهم فعندي دي الكدنيوة زيها دي ذو أهم مكانها طبعا لأنه يعمل ديس بلاسمنت لكل الورجانز فعندي زيها هنا المهم المفروض هنا فيه أورته نا هنلاقي أنه يعمل له انكيز منت يعني ضغط عليه كده ويعني محاوته من كل يم يقول لي ممكن حتى هو يعني بيقول لي ليد الكومبريشن ممكن من كتر أنه محاوته كده وعمله كبسه حواليه طبعا دوء تيومر فممكن يعملي كومبريشن لإليه بعد كده بيقول لي أنه الادجيسنت أورجانز معناها ايه؟ معناه هنا طبعا تيومر ما شاء الله يعني دي مش مفروض ده أبدو من هون لا ما شاء الله تقريبا نغضه كله فعملي ديس بلاسمنت الادجيسنت أورجانز ازاي زي الكنيه هنا ايه يعني لزيها في الحيطة تقريبا وياد الكنيه التانية حتى الليفر برضو يزقق شوية طبعا هنا مفروض كده دي كده مساحة اللي هي الاسمول انتستن لأ ده طبعا ما شاء الله ويأخذ المكان كله اخر حاجة بقى نتكلم عليها بعد ان هو يعملي ديس بلاسمنت وكده قل ان هو عملي متاساس اصدقلنا يروح في اين؟ لينف نود انلرجمنت از اوف انبريزنت هنا بيقول لي في النيور بلاستوما عادة بيبقى معيها ايه لينف نود انلرجمنت ملاي روح للينف نود وعقوية عملي فيها انلرجمنت ده في تايم اوف بريزنتيشن يعني لما يجيلي هلاي ان هو جايلي كمان بايه بلينف نود انلرجمنت وماشاء الله لانه طبعا لانه قريب قوي من من الاسبانالكورد وانه يروح للبريين ويروح للسكيليتل يروح للبون كله يروح للبريين يروح للبيين يروح للبريين 15% من الاسبان من النيور بلاستوما لانه اي حاجة تروح للبريين او الاسكيليتل كله ثم نيرو بلاستومة نيرو بلاستومة انا عندي حالة تانية طبعا استحالة يطلع صورتين لشخصين مختلفين نفس الحاجة مثل اعراض المرض تختلف من شخص لشخص برضو زي نفس الموضوع في الراديولوجيا يختلف من شخص لشخص فانا دي حالة تانية غير اللي فاتت يعني دي كانت شكلها كده دي حالة تانية اكيد شكلها مختلفة بس هي نفس الفكرة برضو عامل برضو عامل وزي الليفر وهي برضو اسمه الانتستن ونجي على الاورتهان لانه محوط وخالص وعمل له ايه؟ وعمل له انكيز تمام؟ يبقى دي كده نيرو بلاستومة في السيتي بعد كده بدا اتكلم عليها في الامر اوي قالي ان انا طبعا عندي الامر اوي داية حاجة عظمة جدا طبعا احسن موديلتي ممكن نشوف بيها في الراديولوجيا اساسا بس بنعملهاش كتر عشان هي خلص لي الاورجان او تظهر على، اه احسن موديلتي انه اساسينج الاريجان ازاي بقى اورجان اتطلع لانه تطلع لي تفاصيل تفاصيل فهيعرف حتى الاريجان اللي طلع انه تيومر شعرت الانه تيومر يعني انه تيومر زي دا كده بلاقيه ما شاعلله واخدلي كده متفشي في الامر فأنا أريد أن أعرف مين بالضبط يعني بدأ منين عشان أعرف أشخص وأعرف عالج فأنا أطلق أن أعمل إيه؟ بحيث أن أشوف أنهي أرجم بالضبط اللي بدأ منه مليه وكمان هنا بيقول لي أن أعمله في حالة نيربلستومة عشان أشوف هل حصل انفلتريشن للسبينا الكورد هل دخل؟ طبعا عملي ده هنا مدخلش هنا مدخلش للسبينا الكورد فأنا كده أتأكد يقول لي أنهي انتراكرينيال وانتراسبينيال ديزيز والبومارو ديزيزي يعني ممكن بيشوف لي هل حصل مشكلة في البرين حصل في السبينيال كورد حصل في البومارو الحاجات الضكيقة دي بحتاج أن أجد هنا دي طبعا اللي احنا متعودين عليها عندي بقى دي بالطول يعني هنا عندي ايه ربي عندي السبينيال كورد هنا ده طبعا بقى ايه شخص واقف عادي يعني واقف عدل فأنا شايفه ايه مظبوط دوت عندي كدني كدني دي نازلة شوية طبعا عشان عندي ايه اللي بيزقها تحت شوية ودي كدني التانية عندي ده السبلين وده التيومرا ده التيومرا فأنا شخص طبيعي بقى ده التيومرا فأنا شخص طبيعي فأنا كده عرفت الورجن او الورجن اللي طالع منه ايه؟ طالع منه التيومرا كده اخدنا اول واحد من المحضرة بتاعتنا الماسس من التلاتة تيومرا نوع نوع من الاول النوعية نيورو بلاستومة اللي بيطلع مين؟ اللي هي الاماتور نيورال التي هم موجودة في عشر ماكان يطلع منه اللي هو ادرينورجلين يموت 15% من أطفال اللي عندهم كانسر زيني 5% يموتوا من نيور بلاستومة لانها خطير ويرروح لي فين؟ بيرروح لي يعمل لي في البرين ويرروح للسكليتر وليس جلس نحن الرائم ومقعد تمام ايه في العما ثاني حاجة الويلمس تيومر عبارة عن نيفرو بلاستوما شخص اكتشف سماه الويلمس يعني ان هو نيفرو بلاستوما يعني بيجيلي في الويلمس المجدف الكدني بيقول لي برضو مالجنانت بادياتريك رينال تيومر برضو بيجي في الكدني بيقول لي اكتر سن بيجيلي فيه من ثلاثة الاربعة من سنة ونص لسنتين حينة من ثلاثة الاربعة يعني ان ينحونا نجمع اي حاجة كده دي طبعا نورمل بقى احنا عالمين لمرض بعد كده بقى عندي أديل مرض نفسه بعد النورمل وبعد الكلمتين اللي اخش على مرض نفسه فانا عندي هوت سيتي عندي طبعا بيجي فيه الكدني انا بتكلم فيه ولي بحاجة لاني انه مشاالله دي كلها كدني مشاالله يعني انه كان بار حتى من الليفر طبعا عندي عبارة عن سوف ندcji المدودة سناؤلائم س jede تقريب و PHD سوف النقل ستاعل المدودة ناؤلائم الخلوان على المدودة سوف يحصي 82% يمكن أن يذهب إلى الليفر لأي مكان يذهب إلى الليفر و يمكن أن يذهب إلى الوكال لينف نودز يمكن أن يذهب إلى الوكال لينف نودز هنا يوجد تيومر و يوجد بداية فكاية صغيرة يمكن أن يحصل لها ملتب لكيسون و يوجد كدني الثاني يوجد أن يظهر من البداية سوف نبدأ سود رأي بالشعر و يمكن أن تقليبي و يمكن أن يضع نيور بلاستوم لديانتر كبير و يوجد كبير و يوجد مانسة والذي نفسها يقول أنه يبقى كالسفكيشنز قتل 15% يبقى كالسفكيشنز لقصة 13% يبقى تحديث عن شوية أماكن من المحشورين داخلها إذا أردت كلمة أنهانسمنت في راديولوجي سأعرف شيئا اسمها عندي كنترست مثلا عندي تيومر صغير ومثلا عندي تيومر صغير أريد تأكد من شيئا سأستخدم شيئا اسمها سبغة لتزودني التفرئ أو التفريئة أراه مزعي بصفة طبيعة في الأسجار سأكبر مزعي من الحصول أو يبن بصفة طبيعة وكذلك قد تظهر تقديم المزعي فأنا نعرفه مزعي من حالي حيث أعرفه تقديم المزعي إذا أستخدمت المزعي فأنتعي باتشي لماذا أرى باتشي؟ لأن التيومر في الكيدني يوجد فسكوليرات قليلاً فلا عندي البلوت فيزلز دي بينه كباتشيس أو بوعى كده جوالتيومر بعد كده قليها بالتقلق فقد قتعد البلوت في المائز والكيدني كده والكيدني وتقدر بيش المركز هذه الحتة الصغيرة في الكيدني وهذه الحتة الثانية لبقيةنى والحطة التي تصبرتها الآن من الصفادات الأخوة التي تأخذ الكي دنيا قال لي أنه 20% من كي سوف يدفع لأن تركيز الساعة اللينج متاساسой ويدأني أنت تم التقليد معين في الالتائم انك قلت أنه يتقلي بالنفنود لا ولكن يتقلي بأن تركيز الساعة من الكي سوف يفعل مالا لأن يربلوني يدفع بأنه يتحدث لأنه سوف يتقلي معين هذا يتقلي أنه يتقدم هذا القرآن وهناك بيولاتيرا الويلمث ثم اخر واحد في التومر الثالثة نور بلاستومة و الذي يوجد عبارة عن نور بلاستومة يوجد كل واحد يلمميس فيه ويوجد قد تحيبات بلاستومة أيضا قد تحيبات بلاستومة تزال radio فهي بقول مستومون Beauty يعني سيطال عنذ Star من نفسه ت labs هناك اخذ مثلا اكثر تخبط عن ثاني ص shop فأنت اسمي سكندري فهيباتو بلاستومة يقول لي دوت المستوكومن براي مريماليج نانت تيومر في الشيلدرين اللي أقل من 4 سنين يعني أي طفل أقل من 4 سنين وانجاله براي مريماليج نانت تيومر على الأغلب هيباتو بلاستومة طبعا بيالسة في مرحلة الديفولومنت وليسة عندي خلايا تتميز ويحصلها ماتيوريشن وكذا فهي بتعمل ماتيوريشن وتعمل لي ماتيوريشن كتير أشهر حاجة تبقى هيباتو بلاستومة احنا هناك قلنا ان تايم بتاع البرزنتيشن كان في أول واحد من يور بلاستومة كان من سنة ونص لسنتين بعدين في التاني وهو عبارة عن المستيومر من 3 إلى 4 هنا هيباتو بلاستومة بقى كام اللي أقل من 4 سنين تمام تمام اعرفوا ازاي؟ هيكون جايلي هكتشفو كده صدفة بيبقى عبارة عن بينلس يعني جايلي كده او مش صدفة هو هيبقى جايلي بيقول ان انا عندي طبعا تيومر تبقى بتوجع يعني هي مصيبتة انها بتوجعش انا عندي تيومر تبقى بتوجعش ودازل بتخلي الناس يعني متاخدش بالها منها اما لو بتاخد بالها منها وتكشف مجانيتش تيومر كلها تطورت وجاتلي في مراحل اخيرة في الكشف لا انا عندي دايما او في المعظم الاحيان بتبقى اساسا بينلس يعني ناس كده مش بتوجعش ولا اي حاجة موجودة وخلاص لحد ما تبدأ بقى تعمل تاسباسيس ودخل بالدنيا بعدين يعني حندي أنه هو يعجال بينلس ابدمينا الماس ولو عملت له تحليل هلاهي يسمى رايفا فيتوبروتين ايه الافا فيتوبروتين ده؟ ماهي بغاني نقدر في الليفر؟ لانه تعباره عن مروتين يتصنع في الليفر طول منا تبقى لانه طفل ينمو يتصنع منين من الليفر فلما تتسمع عيسو يعني عندي مشكلة في الليفر يأتي اي 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 اية اي اه تمام تمام اذا احدث عندي الهيبات بلستومة تطلع من البر هي المستكومة تقوم برايماري ملاجين انت البر تيومر في الاطفال يتحدث عن 4 سنين يتحدث عنه بلس افضل الماس اجي اقوم بعمله تحليل هلالة الفا فيتو بروتين يتصنع في البر ده هلالة عالية لان لدي مشكلة كلها في البر لدي ملتبليكيشن كثير فطبعا كل شيء ازيد كل شيء ازيد في البر ستزيد بزيادة قويا يتحدث عن تمام تقريبا 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 تطلع من هنا تقريبا تقريبا احفظه خلاص تقريبا تطلع تطلع بلستومة تقريبا متحاوت تقريبا تطلع تطلع اجيبا تطلع تطلع هذا الذي نحن 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 نح او اي حتة مش مدجانسة عادي رايت لوب وليفت لوب فهو عادي بس هي اعلى شوية في المنطقة اعلى شوية بعد كده بيقولي بقى ان انا لما اجي اشوف بقى بقى التشارط عندي اول حاجة هو قديد تيومر علي ويل ديفايند درجونوس ماس يعني ماس ترجونوس ويل ديفايند وبعد كده ايه لونها هايبو دينس شوية لونها واضحة من هنا هايبو دينس دي معناها انها اغمق يعني ما اصددش الاشاعة قوي فهي اغمق شوية اغمق تمام؟ هي هايبو دينس عن الليفر اللي حواليها ده بقيت الليفر اهو ودي الالماس وهنا بتبقى ايه اغمق شوية في اللوم بتاعها طبعا هلاقي فيها كالسيفيكيشنز اللي هي دي طبعا مش محتاجة طبعا بيدهو كميلا دي عشان فيه كالسيفيوم هنا ما ترصب فحوالي 40% من الكيز فيها كالسيفيكيشنز وانا عندي كلهم فيهم كالسيفيكيشنز تقريبا بس اول واحدة كانت من 80% ل90% التانية 15% دي بقت 40% 80% ل90% بعد كده 15% بعد كده 40% تمام؟ بقولي طبعا وانا باشوف التيومر ده وازم اعمل ايه افلويشن لللنج ورح ابرده وعمل عليها اعمل لها سي تي او اعمل لها اكس ري عشان نشوف ان انا فيه متاساس فاللانجو ولا لا وطبعا نلاقي النجل للنرجمنت اللي هي اللون في النظر اللي موجودة فين في الابلومنت بعد كده دي صورة تانية برده دي ودي الحالتين فيهم ميز لانا عندي فيه لون فاتح شوية هنا قصدي يغامق شوية وده الليفر مشكله على بعض كتلة واحدة زي ما احنا عقنا في النورمال لعبة انا ما عايز اتأكد عملت ايه الديتو سبعة كنترست فراح اعمل لي مزود لي الفرق لي خالص مابين التيومر ومابين اللي حواليه فانا باع عندي هنا انا كنت شاكت كعنة او مش واضحة قوي عايز اتأكد منها احتمل لي كنترست فانا عندي نفس الحوار هنا ونفس الحوار هنا برضا بيقول انها برضو الديفايند لبوليتد ماس وز كالسي فيكيشن ويتروجيناس انها انسمنت لوكيتد اتر رايت باتي بلوب ده بيوصف للليجن يعني موجودة في الريت اقلصnnnnceu وانها فهاية الم敵ارة وانها اتش学ات البيضة الجديدة فه 실�ناة ان تقلص اقلص بعد عمل الصيوم لابده اضحة بلاتي بعد كدهASE قلصة صلوات مكلتcules το اهم عندي كده طلعه الض欄 من Anti Loop بعد مديت الكنترست بعد ذلك كده اخلي احضرت كده ولكن اعطي برده اجتبت على ايه سوف افتح برده اجتب من الريت لوب هي طلع من الريت لوب بس هنا ما شاء الله واختب لفر كله حتى ما عديه على ايه على ليفت لوب ايه ما عندي هنا واختب لاتنين بس هي طلع من الريت لوب تقريباً 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 أول ثلاثة في الماسس وهو نيرو بلاستومة وولمستيومر وهو نيفرو بلاستومة وآخر واحدة تقريباً وهو هباتو بلاستومة ثم تقريباً أول ثلاثة في التأسيم الماسس ثم يوجد مفروض أن هناك اثنين لدينا محلوش علاقة بالمحاضرة وهو عبارة عن الكونجينيتال هايبرتروفك بيالوريك السينوزيس والثاني وهو عبارة عن 2 من الانتسين الداخل وليس لدينا مفروض بعد ذلك الوقت يتكلم عن مرضين يتكلم عن مرضين في الكدني فبداية عن كده أولاً يعني نعرف يعني ايه لأنني لا يعرف الكدني أو مكانها أو إلا لانتميتها بالضبط يفتكر يعني أنا عندي هنا كدني على الـ Left Side وعندي واحدة على Right Side وطبعاً هنا تبقى الـ Right Side هي تغطي قليل عشان فوقها الـ Lever لكن لا نعرف أيضاً بعد ذلك الـ Levert يبدو أن يتكلم عن مرضين هناك شيء اسمه Calculating System يتجمع في الـ Urine وبعد ذلك ينزل في حاجة اسمه Belvice اللي هو الحتة اللي هناك بعد ذلك يعدي على الـ Euritor وبعد ذلك ينزل الـ Blooder ما عندي كدني فيها Collecting System بعد ذلك ينزل بلفس الأول بلفس الحتة اللي هناك اللي هي تواسعة شوية من بعد ذلك تبقى الـ Euritor وبعد ذلك ينزل الـ Blooder في درجاتي بقى نتكلم أول مرض فيها اسمه بولي سيستيك ريسسيف كتني ديزيز بولي معناها عديل سيستيك معناها سيستيك يعني عندي سيستيس كتير في الكتنيز ريسسيف يعني فالماعناها وايه؟، فمعناها ان أنا المرض يعني هى اوتوزوم الرسيسف معناها ان هو مرض متنحى بالأحياء كل انا هناك حاجات متنحية في الوروسا اللي هى جنات ميتمحية و لا فعلم ايه لأن الحكومة يصيب إعادة بالإنفنتي للإنفنتي للنظام إنما هناك إنورجمنت في هذا الجنس والنظام من السجن Be EEG ليسوا الى العباط أجل الحكومة ومعنى إنورجمنت في هذا الجنس أتوقع لأجل فكرة أبيتها إنها تكون معاها أيضاً في بقية الجسم فهندما أقول أن لديك بشكل مفر معاها نظام المرور يعني لدي المشكلة في للر لو شاءه سيروتك التشينجس أو بالاري تراكت سيستيك تشينجس العدد بايلاشتري القونات السفروية جواهة جواهة الجواهر بعد بورتل هايبرتنشن أول مرة أرى بورتل هايبرتنشن في أى حتة اعرف ان انا عندي على طول اسبلين وميجالي الاسبلين بيبعين تمام بعد كده قال لي دوت عبارة عن نورمل كدني بالالترساوند دي طبعا الترساوند هو أغريبة شوية بس المهم عندي ايه؟ دي كابسول بعد كده الكورتكس بعد كده عندي المضالة المضالة دي تعبارة عن مسلسات كده يبقى عندي كابسول اللي برا هي كابسول بعد كده كورتكس بعد كده عندي المضالة وده عبارة معنا الكاليسية وفي بقى هنا البلفيس و بعد كده يوريتر فالصوام مش مكاملية هنا اللي عندي فيها الوان دي او انا اشوف الوان اعرف ان انا عملك حاجة اسمها دومبلر الترساوند دي بحق المضال كده معين عشان اصور البلود فيزلز وانا عندي الوان دي ايه؟ الواصل الواصل للكدن فدي النورمال بيقول لي بقى في البوليسستيك كدني ديزيز بيقول لي ان انا عملك في الالتراساوند بيبقى عندي بالترساوند الاثنين اليمتين هي بقى ان اصداد نزيجة ان انا عندي ايه؟ نزيجة ان انا عندي سستست سستستستيبقي ان ايها بتبقى اقام اصداد ايها كده اقام اصداد لما تخيلوا كده معي لما يكون مثلا باللونة وصغيرة او مش باللونة اكيس مثلا فاضي صغير وفاضي ملموم على نفسه هيعملي ايه؟ سيقوم بحاجات مثل كتل مقفولة على نفسها كتل بيضة اسمها ايكوجينيك في الابيرانس ايكوجينيك معناه انها بيضة بيضة لها عشان هي اساسا اتلمت على نفسها حصل لها كولابس فده اتخل لها لي اعبار عن كتل بيضة بيقول لي طبعا ان انا هنا هلان لست في الكورتيكوميدالي المفروب يبقى عندي الكورتيكس بيان خالص والكابسول وبعد كده يبقى عندي ميدالة مش عارف ايه هنا ليس بين اي حاجة لانها عملني سيستس في كل حتة في مضلة كورتيكس فان انا مش هشوف اي حاجة فى اي حاجة يبقى عن كورتيكس بيضة شاخص كتير هنا لانه يبقى عن قمص بيضة والسلسة كي سبليه لديه الرجلات يمكن أن نلاقيه هباتك فيبروزاس أو يموديSystems ممكن أن نلاقيه كل شيء او لا توقعهم في مرحلة يكون لسه الرجلات على حسب الحالة أكره بالألتراساوند عند بحق بحق التالي الماضي الطب الان يديه في القدنس بحق التاريخ الماضي ثم من تاريخ الفيروسوس في موجود وفيروسوس يظهر بنوع انا ثم يبن معك يجب أن يكون هناك مختلفة من كل واحدة والتانية يجب أن يكون هناك موجودة في الكيدنس يجب أن يكون هناك مختلفة من حطبة السيستس يجب أن يكون هناك مختلفة تأكيد من حطبة السيستس يجب أن يكون هناك مختلفة في الكيدنس هنا يوجد سيستس بتاع تلكيدني هنا يوجد سيستس يعني لونها غامق اهي سيستس وممكن ان نلاقيها كمان لينر يعني يعمل زي خطوط كده تمام؟ ده في الليفر بعد كده هلاقي كمان عندي حاجة اسمها ايه؟ ديليتيشن في الانتر هيباتيك بايلاري داكت يعني البيلاري داكت او اللي هي البيل داكت اللي موجودة جوه الليفر يعني لك ديليتيشن في الانتر هيباتيك بيكون الرجل دا بيقولي انه يبدى شبه طيفة ايه destined يمكن انه ليعرف انها كاروليزط ديزيز ؟ kr23 علت changed الآن والاكومة hardware فانتـطها على الليفر معناه انيار على الانتر هيباتيك بايلدقت يعني الم PROCE بنحدد Bug transformer يعني ان الكاملاذ ولنبدأ هذه الدولية انها الرجل تعالى بريد hunter افكر في اللغة كاروليس ديزيز حاجة كونجينتال برضو يعني يبقى مولود بيها يعني بعد كده اقول لي ان انا بلاي بقى ايه اا ممكن الاقي كمان اتروفك ريت لوب ممكن حالة عادي اا لفتلوب على ايه هايبرتروفوية عادي ممكن الاقي ان انا عندي مايسف اسبلينوميجالي انا قلت طالما عندي مورتل هايبرتينشن يبقى انا عندي اسبلينوميجال على طول الاسبلين بيكبر وطبعا ده بتفاصيل ان شاء الله في البطن يعني مش مش وقت فرديولوجي فانا لما نقول لي في اسبلين كبير ده اهو ده الليفر اهو ده 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 كل اسبلين ده نوع عم فيري 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 انرج ديها بعد كده يعني خلصنا كده اول حاجة اللي هي عبارة عن بوليسستيك كيدني وهي بسيطة خالص سيستيك كيدني بتخليها لايه خلطة بتاستيك كيدني بعد كده عندي نيونيتل هايدرونفروزيس اللي هو تاني حاجة معناها ايه معناه ان انا عندي انرجو ميت في كيدني نتيجة انها مليانة فلاوت فاللي ها تبقى مليانة فلاوت ده قال لي ان انا عندي ده تلات اسبابة يا امه يبقى عندي اسمها بلفيوريتيك جونكشان ابستروكشن ده خنصين في المائة من الكيزز معناها ايه؟ معناها البلفيس واليوريتر المكان اللي بينهم اللي هو كان بداية الكيدنيها هنا بداية البلفيس مع بداية اليوريتر فيه هنا ايه؟ ابستروكشن فده طبعا الكيدني مش هتعرف تنازل في اليوريتر ثانية سبب فى الفيزيكو يوريتيك يوريتيك يوريتريك رفلكس فى الفيزيكو يوريتريك دى معنى اليوريتر اليورين بيرجع من المفروض ينزل اليورين لبلادر ميرجعش لان يقفل في اخر اليوريتر ويقفل فى بداية البلادر يقفل فى خلاص لا يوجد حيث يسمع ان اعود هنا لأ ويقول لي أنه يراجع بعد ذلك الوريثير يرجع لي تاني ويغشي لي في الكيدني ونعرف دلوقتي نقف 20% من الكيزز ونسألنا عن دولات الاثنين لغاية بعد ذلك عندي أشياء اسمها مستيريور يوريثيرال فالفلوس ونعرفها بالإسم الخلاص أول شيء عندي بلفيوريثيرجانكشن أو بستركشن يقول لي أن هناك حتة ضيعة ومقفولة ما بين اليوريثير والرينا البلفيث اللي هو بالكيدني البلفيث واليوريثير في الحتة دي كده تبقى مقفولة هذا معناه أن يدوين بدل ما ينزل من الكيدني يوصل للبلودر ليس هيكمل أصلا أنه سيمشي في اليوريثير يقول لي ممكن أن يكون كونجنة الأكوارد بس أنا طبعا عشان بالكلم على عبيديات ريكي أطفال وهكذا فأنا مش هيكون للسالح الكبر عشان بالكلم على الأكوارد فعندي هنا في المحاضرة حاجات كلها كونجنة هو لسا طفل مولود فجالي بالموضوع ده فطبعا نتيجة أنه أطولد به ملحيش يعني يكبر ويقول له حاجة أكوارد يكتسبها بقى بها بعد كده ويحصل له حاجة يعني فبقلكم شاندها تلاقي إديوباسك يا ايه أو أنون بيبقى حاجة كده للفل الليه أو حاجة ماش معرف لها سبب أنه مثلا يطولد عنده بيقول لي إيه هو الدكتور قال لي الأسبيت دي مش مهمة بس هنحن نحاول نرامع بعد كده يعني يعني اللي عروفه بس أنه إديوباسك أو مش معروف أنه يعني بيبقى عندي أبنورم المصل في المنطقة بتاعة البلفيوريتريك جونكشن يعني المصل الموجودة في المكان ده مثلا بدل ما هي سيركولر بقية لونجديدينال فطبعا المصل لما تبقى غلط المفرض هي الليه بتزبط للحتة فلما تبقى الرنج بنت بتاعة أول رصة تتاعته غلط دوت هيعمل لي مشكلة في المجاهة ممكن يعمله تقفل تاني حاجة يبقى عندي حاجة اسمها كولاجين كولر بحثت عنها أنتش حاجة فأعرفها خلاص يا تقريبا مشكلة في الكولاجين برضو تعملي ستركتشور يعني هي مشكلة في الكولاجين تعملي الستركتشور بعد كده اسكيميك انصلت اللي برضو ايه يعني أنا حصل لها سكيميا أي حتة يحصل لها سكيميا بعد السيسكيميا بيحصل لها كلابس أو فيبروزوس لان طبعا اي حتة بتموت فلما تموت هيعمل لي استركتشور بجو الأخير يسمى الأخير يأتي يوريترال فولد يقولون يؤدي المساعدة تحت أشكري يسهل البرين يريد البلد يجعل المساعدة لأنه يكون المولود يلتطل الأسباب المساعدة باسمها مدقسة بسيطة بسيطة هي اني يبقى عندي بالفيوريتريك جونكشن اللي هي عبارة عن تحت عنوان ايه اساساً تحت عنوان النيتال هايدرينفروزيس اني يبقى عندي فليو كدير في الكدني في فيه لرجمانت فيبقى فيه ميس تمام بعد كده على ديت نورمال كدني بالالترساوند طبعاً قلنا عبلي كده اني هي كدني خبناها وتكلمنا عليها وهنا هي برضو بالايه بالسيتي بعد كده بيقول حاجة اسمها اه انا هنا عندي المشكلة ان الكدني مش بينزل منها اليورين فانا هعمل ايه؟ هحق انسى بغا في الفينز طريقة اسمها ايه؟ انترافينوس بيلو جرام اللي هي اي في بي انترافينوس بيلو جرام يعني اجيب سابغا او كونترس ده حقينها فيه في الفينز لما حينها في الفينز هتمسي في البلد بعد ما انتشي في البلد هتوصل طبعا لحد الكدني عشان يحصل لها فلتريشن بقت تفلتر وهتنزل ايه؟ في اليورين فهنا هتوصل الى كدني الطبعي انها ايه؟ هنا الكدني دي عادية خالص بتفلترها وتعدي في البلوث بعدها تتعدي في اليوريتر وتوصلي هنا الكدني دي لا ويفتلي فيها ويفت فيها ها ويفت في البلوث ليه؟ لان انا عندي بين البلوث وبين اليوريتر مقفول فيبقى عندي يعني البلوث والكوليكتنج ده كله بتاع الكدني لان وقت حبس فيه فعملي طبعا الكونترست حبست فعملت لي ايه؟ لأي حالة تحيث اي ما كانت معا بتنفخه زي البلونة كده واليوريتر اساسا مش هشوفه يعني هي اساسا مش بتعدي في اليوريتر فانا مش هشوفه لان انا هنا بشوف السباقة فانا مش هشوفه يبقى عندي نو ضيليتت يوريتر انا عصا مش شايفه لانا هو مش ضيليتت وانا انا شايفه تمام؟ يبقى ده اللي بعملها في حالة ان انا يكون عندي Obstruction لها الحالة الاولى نبدأ في الفان وصلنا الى الكونترست تنزل عشان نشوف انه يعمل فيها Obstruction بعد كده قال لي ان انا ممكن اعمل سيتي يا ام ارقوي بيقول لي برضو ان انا هنلاقي عندي وردو هيدرونفروزيس و كاليستيزيس كاليستيزيس دي اي حاجة بها استيزيس دي معانا ان انا عندي عندي Obstruction استيزيس دي معانا وزي اللي هي الكولابس بعد كده انا عندي نفس الحالة تقريبا عندي كدنا وعندي برضو هنا وبعد كده عندي اليوريتر ايه ام مش موجودة اساسا دي مسل زيش محديش من دريوتر ومبايتل هنا برضو عندي هيد كدني وده كله اللي هو الايه البلفيكاليسيالسيس هنا فيه مش شايفة بس تقريبا نيه ومن دي واضحة قوي وفي المتحنة وجودها ايه واضحة قوي ايه ايه مهمة لو انا هشوف في المكان ده لو انا هعمل عملية مسلا وعايز اشوف فيه انهي فيزل معادي في المكان ده قبل مفتح بقى وعور الدنيا بعمل ايه 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 تاني حاجة كده خلصنا اقول حاجة في تاني حاجة سهلة خالص الفيزيكو يوريتريك ريفلوكس ايه معناها ان ايه ان الريورم يرجح ثاني فان في اليوريتر ويطلع الكدني تاني لان الاسفينكتر بوضي ان هوا هذا الفيزيكي يوريتر رفلاكس هو term for abdomen flow of the urine from the bladder to the ureter بعد ذلك قال لي أنه يسمحه لغريدينج يعني ترتيب 1-2-3-4-5 فأول شيء يقول لي أنه يوجد نورمال في البلادر لا يوجد شيء ترجع والدنيه مثل الفل لا يوجد فلو ده لأنه ينزل نقطة في نقطة أسان بعد ذلك قال لي أنه يوجد غريد 1 يوجد الريفلاكس في اليوريتر لا يوجد غريدينج هذه العادة في يوريتر هي التي ترجع منها يمكن أن يكون في الم lying يقول لي أنه يوجد هو في اليوريتر وصل إلى حد الرينات البلويس وهنا خطة البيلويس حتى جدا لا يوجد شيء لم ي HELP وitude انوسط كماuego تتقر كأنني جاءت بلونة عمليات طويلة دي وبهدلتها كده فبتلاوله كده تبعيه تورشوس كده ماشو يعني مع واجب معنا صح مع واجهة اين يقل اقول لي تورشوس يوريتور وزمودر دوليتيشن فايف باردو تورشوس وسيفير دوليتيشن والبل في ايه كاليسية السيستن طبعا بعد كده اجابي امثلة يقول لي ان انا عندي راديو جرافة اخفيتشعرز هنا انا عندي انا انه استفيد حاجة مش هستفيد مش هعرف ان انا اشوفها لانها هيقات الجمع وهتنزل و هتمشي بعادا هنا ببا اعمل ايه بدخل كاسيتر في الكسترنال يوريسرار ميتس او في الانفانت عندما جيب الانفانت دخله كاسيتر في الكسترنال يوريسرار ميتس في اليوريسرا بعد ذلك الواضح ان الكونتراست بحيث انها تدخل في البلدر الاول وبعد ذلك تدخل في البلدر اشوف بقى هلها تطلع من البلدر ليوريتر وبعد ذلك تطلع فيه البلفيس وهكذا البلفيكاريسية السيستم او لا واعرف يعني فيه فيه كده الاسفنكتر سليم او لا ازاي؟ يقول لي دوت البرائماري دياجنوستيك بروسيدجر فور الافلوشن لي الفيزيكو يوريتريك رفلوكس يقول الإسم بس الاسم دة معنى ايه؟ معنى ان انا اسم وقام كديم بليوريسرورجرام بل ا nossos يميلاسة دي معرفة ان المفاجرة على البلدر بلدر لسice laser تو زيكو diقطع بauxiden بكدامه معنى ان المفاجد هو هذه المفاجرة على البلدر كobeيروقر ده غامل و positivo ما engageة لسice Especially map ليوريتر والابير jätte and the imagination واستخدامتا بأسفلية واتلى البلفيكاليسية الهواني وتمتعد حسابة أيها العبوات هي فقط فوناك عملية واستخدامتا مركزية عندما تعلقها داستخدامتا ثم تتكلمة في الواقع وحسنا نبقى ثاتب بعدها هي عبوات لأيها العبوات لماذا العبوات لأيها العفوات كاستر استخدمتا ومرتدي البلدر ومهلاً تلعت اليرتر ومهلاً البيليسية الهواني بيضع سنة بسيطة خالص كده وفي دوليتشان جامل يبادي ايه دي فور بعد كده عندي مكتوريتنج دي حاجة كده بعمل ايه بجيب البيبي او الانفنت وخليها من مكتوريشن يعني انا بحلي السبخة وبعد كده بخليها من مكتوريشن بيقول لي وانا انا بعمل مكتوريشن طبعا المكتوريشن بعمل فيها ايه كنتراكشن للبلادر فلما يحصل كنتراكشن عشان يعمل مكتوريشن بلايه كمان اليورين رجالي على اليوريتر ورجالي كمان عليه على البلبي كاليسية السيستم دي حاجة منظر فازية خالص ده طبعا جريت 5 اللي هو اخر حاجة ترش واسطي موجود وانا عندي ديوليتت موجود وعندي كمان يعني الدنيا خربانة خالص يعني فدوة جريت 5 نحن نشعرف ايه في المكتوريشن نوتت بايلاتر الريتر الابير ديوليتت وترش واسطي موجود وبيلاترال بالفيكاليسية سيستم بطبعا جوريس اليدي معنى ان انا دينها خربانة خالص باين خالص اهو ديوليتت والوصلى اللي هي بابيالر ايه اتكلمنا على المحاضرة عن الميسز وعزرا على اليطانة واتكلمنا اول حاجة عن سيومرز وبعد ذلك دخلنا على البيديو في الكيدني واتكلمنا اول حاجة عن البوليسيست الكيدني وبعد ذلك اتكلمنا على الهيدرالفروزز بأسبابها بكل واحد فيها ازاي يعرفوا هكذا ان شاء الله ان تكونوا استفادتوا النهاردة محصلتش تأثير تقصير وكل معلومة وصلت بس فعلي تقول لان انا طويلت شوية يعني مكنتش حبة ان انا محبش عم المحاضرة طويلة بس يعني هي الموضوع خدمني شوية يعني لما انا مكنتش اثرت في اي حاجة ولو في اي سؤال يعني تقدروا تتواصل معايا في اي وقت ولو في اي ملحوزة برضو تقدروا تكتبوا في لينك الفيد باي اللي بيبقى موجود مع الوصف تحت المحاضرة ويا شكرا جدا يا ذاكاتر اتمنىكم استفدتم